السويد مدرسة مميزة متفوقة في كرة اليد فلما النادي يجيب واحد بالمستوى سويد هي دنمارك السويد بالترتيب كده دنمارك والسويد كتجري لخم واحد ثم فنلندا ونرويج لما جيلك بقى انت من المدرسة دي كمان مدرسة مميزة مع مدرب تاريخه كبير جدا وكسب طبعا لازم يأخذ الجولة دي ده مدرب الأحمال بتاعه وهو الأصلحة ده ولا ايه مع العميد محمد مرجان كمان فطبعا دي خطوة مهمة تدل على انك انت عايز تطور وتنقل كرة اليد نقلة اخرى علمية مصر مصنفة على مستوى العالم من الدول المتقدمة في كرة اليد لكن هذه خطوة قاعد جنبه طبعا جور مع كابتن موار نبيل عضو مجلس الادارة كابتن كرة اليد في النادي الفترة الطويلة هون المداري الزاداي يجي يوفق يمرن هنا انه شايف انه يقدر يعمل حاجة مع النادي الفترة خطوة جيدة يحيى عليها النادي الفترة الطويلة والنشاط الرياضي طبعا وجهاز كرة اليد لكن انا ملاحظ ان فيه مجهود كبير جدا بيبذل في الالعاب الجمعية تحديدا السنة دي الباسكت وكرة اليد هتمنى ان احنا نشوف ثمار هذا المجهود ليند جرين حدد المدير الفن الجديد بقى الكرة اليد في النادي واحد من المدربين الكبار جدا بيملك سيرة ذاتية هايلة وعالية الحقيقة حدد يوم 22 يوليو الجاري موعدا لبد فترة الاعداد الجديدة وحرص بعد ما اجتمع مع كابتن روف عبدالقادر مندير النشاط الرياضي على وضع خطة الاعداد للموسم الجديد واعرب ايضا عن ساعته بتولي قيادة الال واكد انه هيسعى لتقديم مستوى متميز مع الفريق في الفترة اللي جاية قال ان الكرة الحديثة كرة اليد الحديثة حاليا بتعتمد على الدفاع المستميد واللعب على الفاست بريك واكد انه بيسعى لتقديم عروض مميزة مع الاهلي قال انه الفريق بيضم لعبين على اعلى مستوى بعضهم صغر السن عندهم مواهب واضحة وعندهم طموحات كبيرة سعيد بالتدعمات اللي تمت حسب ما اختر بيها من الجهاز لكنه بيعقد جلسة ايضا مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بالكامل والكابتن عمر شاوي رئيس جهاز كرة اليد اللي حديث عن خطة العمل في الفترة اللي جاية رحب بكل اللاعبة واكد لهم على اهمية المرحلة اللي جاية ضرورة القتال بروح عالية جدا في اللعب حسب ما هو بيؤمن بهذه الطريقة وبيرجع لبلاده بكرة ان شاء الله على ان يعود لاستكمال مهمة عمله يوم واحد وعشرين الجاري باذن الله